الشيء هم عايزة أرحادك سهيل هل المرأة المتعلمة بتبقى مرأة معتمدة على نفسها هل التعليم فعلاً بيعتبر سلاح في إيد المرأة خصوصاً أن أغلبهم بيمروا بظروف اجتماعية صعبة وفي لحظة بدل ما تلجأ للحاجة والعوز ممكن تلجأ للعمل وقدنا شايفينهم كلهم عاملين مشروعات المشروعات دي يعني ورقة وقلم ومكسب وخصارة وحساب تكاليف يعني عملية فيها تعليم التعليم شرطة أساسي فيها احنا في الجمعية لما أطلقنا مبادرة تمكين المرأة اجتماعية اقتصادياً احنا بنسميه المتحرارات من الأمية احنا البرنامج اسمه برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتحرارات من الأمية جائزة المتحرارات من الأمية يعني ودي الحقيقة احنا عاملينها يمكن حضرتك شرفتنا في أنك عدو لجنة تحكيم علشان نختار هذه الجوائز يعني هناك إصرار قوي من النساء أنها تحسن من أوضاعها الاجتماعية والاقتصادي ممكن تبقى فيه أسباب اجتماعية متعلقة بإحساسها بالهوان أو إحساسها من عمف من أي طرف ممكن يبقى من جوة البيت أو من الشارع الأشكال الظواهر المجتمعية الكتير اللي ممكن تقدر تهين المرأة التحرش وما إلى ذلك الظروف الاقتصادية الصعبة المرأة مصرية مظلومة؟ لا ما أعتقدش أنها مظلومة لكن أنا أعتقد أن فيه ظروف استجدت داخل المجتمع أصارها الأكبر السلبي موجودة على المرأة بلا جدال أولا الإعلام وصورة المرأة اللي موجودة فيه وده أكتر وسيلة كيف الأعلام؟ أولي لي البداية الأعلام أنه يعني على مدى 30 سنة الأخيرة أو 25 سنة الأخيرة قدر سنة سلبية جدا عن دور المرأة جدا يعني يا أما أمرأة يعني نموذج مش هو أبدا المرتبط بالواقع المصري أبدا هي والمستحيل مسلسل لما لما تعامل هذا المسلسل طبعا ده أنتج في بداية السبعينات تخرج المبدع إنعام محمد علي وبطورة الفنانة الكبيرة صفاء بالسعود طبعا لما أنتج هذا المسلسل وستات البيوت اللي قاعدين في البيت اللي ما حصلوش على فرصة التعليم شافوا هذا المسلسل كان له رد فاعل إيجابي جدا جوه المجتمع المصري صحيح مظبوط قدر يعمل نقلة اجتماعية إنه مسلسل وحيد أو مسلسلين اللي يتعاملوا كلهم على مدار السنين دي كلها بالضبط بالضبط إحنا عايزين نقول إن الجائزة المتحررات من الأمية اللي أعلنتها المرأة المجتمع في مارس 2015 وحتفز إن شاء الله في مارس 2016 يوم 14 فيه أول منتدى المنتدى الأول لجائزة المتحررات من الأمية اللي إحنا بيشرفنا مؤسسة واحد من الناس شريكة مع جماعة مرأة المجتمع في هذه الجوائز وهي للتمكين الاقتصادي للنساء بمشروعات منح مشروعات أنا عايز أقول إن النساء تحتاج لكثير جدا من البرامج اللي تقدر تساعدها عشان تقدر تكتاز كثير من الصعوبات والتحديات اللي قدامها المجتمع المصري كله عنده فيه كثير جدا من المشاكل المعقدة وقدر من البيئة كمان اللي موجودة داخل المجتمع المصري ما تديش الشعور بالأمل للأسف الشديد لكن لما أجي أبص لأي نموذج من نماذج السيدات والفتيات الموجودين وهي بتطرح التجربة بتاعتها دا لوحده أمل قوي وعلامة فارقة داخل المجتمع اللي هو فيه مش هي بس البتها هي بتأثر داخل مجتمعها هي لما بتحصل على التمكين من مهارات القراءة والكتابة مش فقط وبرامج التوعية لأن هي للأسف الشديد إحنا بنعتقد أن محو الأمية هو مدخل القراءة والكتابة وانتهى الأمر هو مش كده خالص خالص في العالم مش كده والمعنيين في مصر يعني فاهمين الموضوع في مصر كويس عارفين كويس قوي أنها منظومة متكاملة متعلقة بتنمية شاملة وتنمية مستدامة الموضوع مش أني أعلمها قراءة قتابة أو سعيدها أن عائلات تعلم قراءة قتابة واسلبها واسلبها وامشي مش ده الغرض الغرض أن يكون ده مدخل لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية أيضا لأن منظومة الحقوق كلها ما قدرش أفصلها عن بعض حقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية لما تمتلك قدر من الحوار والمنعشة داخل برامج التوعية اللي ممكن يبقى فيه خبراء وناس متخصصة بيعملوا هذه الندوات معهم لما تحضر ورش عمل يعني زي الورش اللي بتشتغل معنا الأيام دي في عمل إزاي تقدر تعمل إكسسورات بسيطة إزاي تقدر تعمل شغلة خيامية بالرغم أنه شغلة صعبة جدا لكن بتبتدي تتعلم تعمل شغلة خيامية لأن الخيامية ممكن لو أتقنته ممكن يبقى مصدر رزق كويس قوي لأنه ممكن يجيب لها دخل كويس المهارات الأخرى كل ده بيساعدها أنها تكتسب مهارة هي حرة بقى تستخدم هذه المهارة لو عندها احتياج داخل بيتها أنها تطورها للشغل اقتصادي ماشي ما عندهاش يبقى هذه المهارة موجودة عندها تقدر تعملها لبيتها تقدر تنقلها الأخريات إيمان سعد لما تكلمت المدرسة وأنا عايزة أوجه لها التحية للحياة لأن من أنشط الميسرات الموجودين معنا في الجمعية كنت عايزة تنقل على نقطة تانية أساس عمري من فضلك يعني إحنا في برنامج ضخم جدا مشتغلنا مع الصندوق الاجتماعي حاولين فصول محو الأمية محو الأمية والتعلم ورفع الوعية إحنا اعتمدنا عن نساء الموجودين والفتيات الموجودين في فصول محو الأمية أن هم يقولون إيه البرنامج اللي أنتوا عايزين عشان نقدر نفسه هم اللي يحطوه هم اللي يحطوه عزيم فكرة الشراكة فكرة رئيسية وجوهرية في أن الناس تبقى ساند رئيس لك وتبقى تستطيع أن تطور البرنامج معهم وبرأيهم عشان يحسوا أنهم شركة فيتقدر الحاجة نجاح أو سامية أو فاطمة أو سامية أي حد يقدر يجيب المناس اللي معدوش بيحضروا معهم هم اللي حيكونوا وسيلة الإقناع للأخريات وده اللي حصل فعلا وده اللي حصل فعلا